بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأشباب قبل ما ابتد إن شاء الله حلقتنا النهاردة اللي هيكون فيها في الجزء التاني ضيف النهاردة الكابتن عمر أنور المدير الفني لشباب الأهلي والحديث عن شباب الأهلي والحديث عن مستقبل الناد الأهلي خلال الفترة القادمة النهاردة في ثالثة عصراً غدرت بعثة الناد الأهلي لكرة القدم متجهة إلى المغرب استعداداً لملاقات الوداد المغربي في زهاب دور نصف نهائي بطول الدوري أبطال أفريقيا يترأس بعثة الناد الأهلي طبعاً الأسطورة ورئيس مجلس دارة الناد الأهلي الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب كان ترأس بعثة الناد الأهلي في مباراة الهلال السوداني وكانت مباراة مهمة وأيضاً كانت بعثة الناد الأهلي في مباراة ساندونز في بطول الدوري أبطال أفريقيا أكيد يعني إن كابت محمود الخطيب يكون موجود مع البعثة فأكيد الرسالة مهمة للعب الناد الأهلي ومن هنا عايز أقول رسالة مهمة للعب الناد الأهلي علشان أهمية مباراة الوداد مباراة الوداد في قبل النهاية البطولة الأفريقية مباراة صعبة مباراة صعبة فريق الوداد فريق محترم فريق بيمتلك الشخصية أنا النهاردة ضد الناس اللي قالت إن كان في صالح الناد الأهلي هو حصول الرجاء المغربي على بطولة الدوري منذ أيام قليلة لا النهاردة فريق الوداد فريق بلغة الكرة فريق مجروح بمعنى الكرة هيكون عنده دوافع كبيرة كل لعيب هيبزل أقصى ما عنده في هذه المباراة بغض النظر النهاردة الجماهير المغربية موجودة أو جماهير الوداد موجودة أو مش موجودة أو بعدات كثيرة أو بعدات قليلة تظال هذه المباراة مباراة مهمة النهاردة لما يكون فريق الوداد لللحظات الأخيرة أو الديئة تسعين ممكن كان يحسن بطولة الدوري المغربي فأكيد فريق محترم السنة اللي فاتت وصوله للمباراة النهائية وخروجه من السيناريو بهذا الشكل برضو فريق محترم علشان كده النهاردة رسالة لعيب النادي الأهلي من اللحظة الأولى اللي احنا ركبنا فيها الطيارة وإحنا زي ما شايفين قدام حضراتك وداتي ده يعني أبرز اللقطات النهاردة يعني والكواليس مغدرة لعيب النادي الأهلي النهاردة متجهة إلى المغرب زي ما أقول لحضراتكو رسالة لعيب النادي الأهلي النهاردة من اللحظة الأولى اللي هتكونوا موجودين فيها في الطيارة لازم تركيز كبير تركيز بيكون قبل المباراة عايز ما حضراتكو أسترجع الذكريات في مباراة سانداون زينك والمعسكر اللي كان موجود في جنوب أفريقيا الحالة اللي وصلت للناس قبل المباراة التركيز العالي التركيز من اللعيبة الحاجة التانية اللامة والشدة اللي كانت موجودة ما بين اللاعبين الفترة اللي جاية فترة مهمة لازم أنا كلاعب أحضر نفسي ذهنيا ذهنيا وفنيا للمباراة بمعنى فترة جاية عايز أبعد عن السوشيال ميديا تماما صفحات الإنستجرام بتاعي صفحتي على الفيسبوك على تويتر عايز أبعد أبعد أنا كلاعب على قد ما أقدر وإحنا كنا بنعمل الكلام ده وإحنا لعيبة في المباراة المهمة بقفل التليفون بتاعي علشان تركيزي يكون منصب على هذه المباراة طيب الدعم النهاردة هل من اللعيبة بس أو التركيز من اللعيبة بس لا ده التركيز أيضا من جمهور الناد الأهلي بمعنى النهاردة الفترة اللي جاية أو التلات مباراة على المباراة عايز أبعد بقى أبعد الفريق عن صفقات جاية مين جاي مين ماشي الناد الأهلي هيتعاقد مع مين كل الكلام ده ملوش لازمة خلال التلات أربعة يام اللي جايين اشتركوا في القناة